هذه الأونة تتطور ويكتب لها تاريخ جديد من التطوير ومن العمران ليس فقط لوقوعها في شرق القاهرة وكونها على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة ولكن أيضا لأنها مدينة أيضا تضم العديد من الطبقات وبها الكثير من المشروعات وبالتالي أيضا فإن لها قدرة وميزة نسبية تؤاهلها في الفترة المقبلة لأن تكون واحدة من أهم المدن التي تقع في شرق القاهرة والتي أيضا تستوعب العديد من السكان وبها العديد من مختلف الفئات الاقتصادية المهندس علي سعد هو نائب رئيس جهاز مدينة الشرق برحب أحكي فندم في البداية برحب بكم نوارين مدينة الشرق الأحكي تعطينا فندم بعض التفاصيل عن المشروعات الجارية إنشأها الآن والتي تم انتهاء منها مؤخرا أيضا الخاصة بقطاع الإسكان تحديدا في مدينة الشرق في البداية احنا هنا موجودين في محور مشروع سكن مصر وده مشروع بيحتوي على 114 عمارة سكنية احنا بالفعل شغالين في 105 منها وعندنا 9 عمارات في مراحل الطرح هيطلع لهم أمر إسندهم نبدأ فيهم غالبا على الشهر اللي جاي ال114 اللي احنا شغالين اللي هي أجمال عدد عمارات المشروع احنا استلمنا بالفعل منهم 24 عمارة كاملة وعندي 70 عمارة إن شاء الله قبل 36 نكون استلمناهم واللي عمر جاري في المشروع وإحنا شغالين على محور الإسكان ما نكتفيش بالأمارات بس احنا بنطلع الأمارات والخدمات اللي بتخدم كمان عليها فنفزنا وحدة صحية ونفزنا ملعب سلاسي ملعبين سلاسيين ونفزنا مدرسة تعليم أساسي تخدم على المشروع ككل ومحور الإسكان اللي احنا فيه اللي هو محور سكن مصر يصروا على طول محور الإسكان الاجتماعي كنا نفزنا 157 عمارة بس دول تسلموا كلهم بالفعل لتسليم ابتدائي وبنسلم فيهم سكان عدد الوحدات فيها 4,417 و 16 وحدة سلمنا السكان منهم حوالي 4,000 وحدة سكنية الناس سكنوا بالفعل وقاعدين عندي مشروع تاني أو نمط آخر من أنماط الإسكان وهو مشروع جنة اللي هو الإسكان الفاخر احنا هنا عندنا في المدينة 49 عمارة استلمنا بالفعل 20 عمارة انتهوا فول تشتيب تشتيب كامل بلندسكيبهم بتنسيق الموقع بكل الخدمات اللي بتخدم عليهم وعندي 29 عمارة شغالين فيهم برضو ان شاء الله من المتوقع أن احنا 29 عمارة نستلمهم في 30 ستة مع احتفالات 30 ستة ان شاء الله نكون بنسلم سكان سواء في مشروع جنة أو هنا في مشروع سكن مصر الجميل في مدينة الشروق أن هي بتحتوي على جميع أنماط الإسكان بداية من الإسكان الاقتصادي اللي كان بيتنفذ زمان مرورا بالإسكان الشباب 63 و100 متر وبالإشارة لإسكان الشباب أنا حابب أشكر القيادة السياسية القائمة على الدولة لأن الإسكان الاجتماعي عمل طفرة شوية في إسكان محدود الدخل إسكان محدود الدخل سابقا كان المساحة بتاعته هي حوالي 63 متر قطين وصالة القيادة السياسية لما فكرت في محدود الدخل حبت شوية يعني ترتقي بمستوى محدود الدخل ففكرت له في شواء التسعين متر لها تلات قود وصالة وحمام ومطبق حاجة كويسة جدا تليق بأسرة معقولة جدا مستوى التشتيب ارتقينا به بشكل عالي جدا بقى حاجة تليق بالمواطن المصري يعني حاجة بجد أنا بفتخر إن إحنا هنا في مصر محدود الدخل بقى عنده إشقة بالمساحة دي يقدر يقعد فيها هو وأسرته بشكل يليق بيه ويليق بينا كجهاز مدينة الشروق وهنا أيضا المميز في الإسكان الاجتماعي الخاص بالشروق إنه هو يعني قريب جدا من بقي الفئات الاقتصادية الأخرى بالفعل يعني إحنا لو الجولة لو الكاميرا خدت جولة هتلاقي إن الإسكان الاجتماعي قريب من سكن مصر وسكن مصر قريب من إسكان الشباب والاتنين بالقرب من مناطق تجمع الفلات كل ده يعني عاملين خليط ما بين أنماط الإسكان بحيث إن التناغم ما بين الأنماط يرتقي بمستوى المدينة ويعلم المستواها ونرتقي من سلوك الناس اللي قاعدة في الإسكان الاجتماعي وسكن مصر وإحنا بنحاول نضيف لهم لمسات جمالية حواليهم من خلال المسطحات الخضرة ومن خلال الطرق والمماشي ومصارات الواضحة معنا كمان مش بس كده إحنا فكرنا إن إحنا نخدم من خلال أهل الشروق اللي إحنا فيها اللي بتخدم على الإسكان الاجتماعي وسكن مصر وإسكان الشباب من خلال إن إحنا كمان بدأنا نجيب مجموعة من المنافذ اللي ممكن تبع لهم التسالي واللب والحاجة السقعة بحيث إن المواطن بالليل يقدر ينزل يقعد في مكان مميز يقدر يستمتع بالخضرة يقدر يشتري خدماته اللي هو محتاجها وفي نفس الوقت أضفت نوع من أنواع الأنشطة لبعض الشباب اللي هي تقدر تشتغل فرص عمل جديدة يعني الحمد لله بنشتغل في منظومة متكملة بحيث إن إحنا نرتقي بالمدينة ونرتقي بساكن مدينة الشروق شكرا جزيلا للمهندس علي سعد النائب رئيس جهاز مدينة الشروق وأطلعنا على كثير من التفاصيل حول عمال التطوير الجارية والتحديث الذي يتم إنشاؤه حاليا في جهاز مدينة الشروق وذلك لتنميتها بالتوازي مع كافة مشروعات التطوير الأخرى التي تتم في منطقة شرق القاهرة بشكل عام